اذا النقل الحي المباشر من مطار القاهرة دكتورة هالة زيد وزيرة صحة استقبل اولى شحنات اللقاح الصيني سينوفارم من دولة الامارات العربية المتحدة اذا وصول اول شحنة من هذا اللقاح الى مصر عبر طيران دولة الامارات قدام حضراتكم اوه نشكر اشقان في الامارات بشكر دايما بلدي هذه هي الحقيقة اللي قدامكم ده عنوان الحقيقة اللي هو ايه احنا النهاردة بقينا اول دولة عندها لقاح عشان فيروس كورونا نواجه فيروس كورونا عشان ناخد هذا اللقاح ليقينا من فيروس كورونا وانتشار فيروس كورونا ولكن هناك اولوية اول دفعة اللي احنا ديت الدفعة الاولى لسه دفعات تانية كتير 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 جيلنا دول تقريبا خمسين الف تقريبا خمسين الف جرعة يعني يمكن بعد شوية نعرف تفاصيل من الدكتورة هالة زيد لما هتعمل مؤتمر صحفي كبير عالمي في مطار القاهرة بعد قليل ولكن هذه اول لقطات لوصول اول شحنة للقاح الصيني سينوفارم هذا اللقاح يأتي من دولة الامارات العربية المتحدة الى ارض مصر العظيمة ويستقبل مطار القاهرة الدولي زي مولدت حركبت تحديدا التوقيت وكان التوقيت الدقيق ساعة 11 هبطت الطائرة والان الطائرة يتم تفريغ اول شحنة من هذه الجرعة او اول شحنة من اللقاح الصيني سينوفارم الذي كنا ننتظر نتساءل هل مصر دلوقتي وصلت خلاص مصر بدأت بدأنا على الطريق الان على طريق وصول اول شحنة وتأتي دفعات اخرى خلال الايام القادمة ايضا دفعات كثيرة تأتي الى مصر لعلاج ولمواجهة فيروس كورونا هو طبعا للوقاية من فيروس كورونا وليس للعلاج هو مصل للوقاية يعني بناخد هذا المصل حتى لا نصاب لانه هذا المصل بيمنع الاصابة بفيروس كورونا ولا بالتالي نواجه فيروس كورونا والاصابات اللي كانت ربما يعني البعض موجودة هنا لا الدولة النهاردة وعلى اعلى مستوى من الاجراءات والمتابعة لمواجهة فيروس كورونا ويعني بتأتي هذه الشحنة على الهواء مباشرة على الهواء نستقبل وصول اول شحنة مصر تستقبل قبلها مين وريني تاني حد تاني ولا لا اي دول كبيرة ولا هنا ولا هنا ولا هنا هي مصر مصر بلدي كل الفخر وكل الشكر سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي هذا الرجل الذي كان حريصا بمنتهى القوة انه مصر تكون من اول الدول الرئيس اكد ويده تعمل